اشتركوا في القناة بسم الله نتوكله على ربي ونصلي ديما على سيدنا الفليزيه اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ديما كنمشي بحث يوسف عنده حاجات مزينة في المحل ديما نحب نصور له المحل متاعه خاطر نعرف برشا ناس تحب الصعف هاني يصور تلكم باش تشوفوا الحاجات الجديدة اللي جيبها المحل لذي موجود في خزيمة خزيمة الغربية سوسة معروف معناه على كياس تونس وعنده باش فيسبوك وعنده انستجرام اللي تحب تعمل تلا تقولي خنحط لها في صندوق الوصف كل شي وراه عنده باش حاجات مزينة وعنده من محل كبير متاعهم زيدا معروف في بيد العربي حاسي له حاجة باليد حاجة تعمل كيف حاجة تونسية مزينة برشا وكل مرة يجيب حاجة جديدة وكل مرة وين يجيب حاجة جديدة نصور لكم ونشجع فيها خاطر بالحق المحل متاعه ياس المزين موجود كما قلت لكم في خزيمة الغربية سوسة حاسي له اكثر معلومات تلقاه بطبيعة في الباش فيسبوك متاعه وإلى الانستجرام هاي كاتوي ولا مزينة وكالشي وكالتحف وكالدنيا شي كبير حاصيله يا عمري المهم باش نشيرك معاكم قيوة الصبيح كما العادة وفطوري ومبعد ننطلقو عات في دبارة الفطور ومبعد نعطيكم نهير اللي بعده باش نشري مكونات العصيدة كمان نقس الكل اللي سبحت تشري في العصيدة والي بشي يعمل البفريوة اللي بشي يعمل الفوزين 30 قررت منيش بش نعمل العصيدة زلججو هكا والله طلعتلي في موخي سنت новو sozial منيش بش نعملها الي نحبها راوة ما بنتي ما تحبش برجة معنا يا اوري وبنتي بش نعملها زيده معنا يا من ياに اللي تحبها هي البفروة والفصدق عملتها ستي هل مش نعملها مبعضة مش نعملها نص بي مش عصيدة البي نص بي الموامة اني نبدأ موجودة ليني نعمل عصيدة وكهو اما العمدة احنا ديما في المولد عادة هي الحقيقة مش حاجة لازمة مع ويد وبر نعمل عصيدة البيضة اذي كان عملها ان شاء الله نهار المولد عادة تونسية مستحفظين عليها لاكثر الاقل ما عنا حتى مانينية ولا حاجة اما نحب وكهو نحتفل وكهو وحدنا وبر ونعمل وكهو عصيدتنا البيضة بتاعنا نهار المولد معليني نحب نعمل عصيدة البيضة بسراحة تعجبني برشا نهار المولد ان شاء الله يحينا ربي بخير وان شاء الله يجينا عامنا كبروك مسعود يا ربي ونفرحو الناس لكل وكهو في دف اللمة وكالجو والاجواء محليها في القروين وكالعادة التونسية اللي مزلنا مستحفظين عليها محليها معليها وكهو ان شاء الله ديما فرحانين ومنمومين المهم في الخير والبركة امين يا رب العالمين حاسي لواي هني عملت شوية عملات حتيتهم فكل اخبيزات مشيت حمرتهم شوية حذرت الفطيرة عملت لقهيوة طيب تعظيمة تك 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 وديما نوصيكم عاد اهم حاجة طاولة تبدأ بزينة في فتور الصباح بيش جيب الشهية وصغيراتكم يحبوك الطاولة تبدأ متانوش عارفتوها حانش نقولو متانوش هكي ونعملو قيدة مزينة وكهو ان شاء الله المهم ديما الدعاء بنجاح لوليداتنا رب ينجحهم رب يوفقهم فحيتهم ونتمنيلو هم كن الخير يا رب العالمين والوليداتنا اللي في الغربة ان شاء الله رب يفرحهم وان شاء الله رب ينجحهم امين يا رب العالمين عسيلو بش نعمل مكارونا بولونيز سهلة احضر فيسع الحم مفروم وكعيبة سفنيريا ورويس بصل مبروش كل مبروش وش يبدأ هكا كل مخلط ما بديش القش القش اللي بصل يبدأ مبروش خير كيف كابت سفنيريا بتبيعها مش حاجة لازمة اما هي الأصل الأصل المكارونا بولونيز ما يعملو لها سفنيريا بيش تبذر أكثر وديش دي تسيبك الحليوة فما حليوة تسيبها سفنيريا مع الحم المفروم وبنينة تزيدلها من بعد لحبقك والزعتر وكل شي تولي يسر مزينة جربوها اللي ما يعرفش معنية فاسة السفنيريا أنا يعملها ولي ما يحبهش بتبيعها مش حاجة لازمة بطبيعة اما هيكا وبارا نحبها بالسفنيريا بصراحة خذت المقلة بش نعملها شوية زيت زيتونة بش نرمي شوية الحم مفروم متاعي ونخلط عليها كالبصلة المبروشة وبالتدريج يجي لحكي مش على بعضه فمتون معني تعملوها بالفن ودن ونعملوش حاجة كيكوبر حاسلو انقلي الساعة الاول حاجة الحم المفروم متاعي في عقلي وديما رشل في الفلكحة ديما موجودة الكركم مش مش نحطوا اليو ما ديما راني نحب نحطوا مش على خطر اللون راو ديما نعودها ونقولها مسالش بشا نسلي ميجيش فيها بكركم راو الكركم عنده دور كبير في الصحة حتى فيه برشة ما نفع خاطر الموهب حاسلو الثوم بتبيع اهم حاجة بتبيع في السوس هو الثوم تعمل برشة ثوم مع راس ثوم كبيرة كيه برشته كما برشت لبصل وحتيته مع توا مع السفنيريا وباش نقليهم في الزيت مبعضهم ونعملو عليها كيف تجيك مكارونا سلة 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 خاطر بالحق تجيكم ياسر ابنينا واول حاجة زادة سريعة للي ديما تقول يزربني الوقت وإلا ما عنديش وقه هذي أسرع مكارونا في ساح في ساح تحذر الحم مفروم ما فيش يروح في ساح يحذر بطبيعة نجم تعوض الحم المفروم بتجيج المفروم جربتها مرة ونعرف برشة ما يجيش والله اللي ما عنديش تأول حم مفروم وعندها وشفمتو عادي عادي الطماطم بتبيع نحبها حمرة موزوزا نحب الحرورية في المكارونا نحط مغرفة في الفل أحمر من بعد لازم شوية في الفل أكحل مش الرش شوية حبق يسر يبنن خاصة في اللخر جديد ورقة حبق فرشكة معني هكذا عندك شي محبس البرة قصة كيه وريقة وحطها في اللخر مع السوس يسر سيب بنا بتبيعة آخر حج نحط الرند وغرين فلفل كنحبيت ولا مش لازم اني منيش بشو نحط اليوم فلفل مش خلي هكيكا قات بشو نروي نبعد عليها الماكارونا نرمي تحني الملح ونقلي التمتوم متاعي بتبيعة بالماء سخون مش من الماء بارت ونخلي تقل هكي يالين قرز بشو تبيعة فيديو العصيدة اخر الفيديو اللي تحب تفرجها العصيدة التو تحب تفوت هذي الكل تقدم في الفيديو تتفرج على العصيدة السهلة اللي ديما مستحفظ عليها الرسيت متاع العصيدة مرجمتش نبدلها الله غالب سمحوني راني جربت بارشا انواع من العصيد وجربت بارشا من انواع نقول احنا كل في حياتي اقسم باللي اول حاجة بديت بها في قناتي هي عصيدة تلب في ريوع سوفينير مزينا واني اول مرة كحاشمة بالكاميرا كيفش نصور ومحات حسني عقلة برشا ومنجم ش نتكلم وعملة هكا روحي منضبط شوية تقدلي احلى سوفينير على خطر هي اول حاجة بديت بها في القناة متاعي والله لعبين بالحق قد يجا ذكر هي تحلو كيفش جيتني شجعة اللي اني نعمل فيديو نهبط على اليوتيوب يحيح كنذكرها والله ندوخ ندوخ خطر اختي العزيزة الغالية للمجالة والتحية خطر هي اللي شجعتني وقتها وهزتني لسمي وخيتي راوك الفيديو اللي يوريك ويضحك هما اختي طلعتني لسمي محلي محلي شجعتني خليتني اني نكمل في الفيديو امام اللول فيديو يقتل بالضحك اك نعرش شيني كنت تفرجوا فيه اكيد برشة ناس تفرجت فيه يبحك معنية مش يقلي بحاش ما ونجمش نتكلم ولا نعرف نصور زيد التصوير الهينا وعلي ويوريكم التصوير بداية دي ما صعبة تخش علي عدني التواوين البداية صعبة ولكن ولكن بعد تعب جمهوري احلى جمهور الشعب السندوس المزيين نحبكم برشة كنتوا معايا من 2017 عشرة عشرة قد انام في الطاجين قاعدين تشوفوا في الطاجين معروف موش موش صعيب انا كل شي قدامكم سهل منحب نقض نحكي معاكم على خاطر بالحق عشرة قاعدنا من 2017 الناس اللي تتبع فيها تزس وبحها توا من 2017 شكون قاعد معايا سنين هذي الكل والله قريب انا الواحد من عند اليوتيوب يعني زمين اخو كالانتريت عشرة عشرة الحمد لله وكهول المهم الواحد يكون سير توبه المهم يكون اخلاقوا عالية ذيك الفايدة معنين وصلوا صورة مزيينة للتوينسة ديما نقول ماذا بينا احنا التوينسة كين بدوا عنا قنوات ولا حاجة نوصلوا ديما صورة مزيينة بتبيعة ذي كل في وجه بلاد نعا ماذا 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 نعود للميكلة والجو حتيتك العظيمات نركضهم مقبل بشي جيزة زمزامة الطاجين مفوخ الجيج بتبيعة ديما طيبو وبالتخطوخة متاع وذيك كليقار زيت هو اللي بنن لك الطاجين زيت الزيتون زيت الفرماج زيت اللي تحب عليه عقلي كعيبة باتاتا أسمو تعظيمات هذيك اللي عشا يبدأ عندك سليت مشوية عندك سليت تونسية تمد وفي العشا ومعاهم القيشة تاجين عكا طيب مكارون طيب حاجة طيب تاجين وديما ديما صنافة فيك وجينتك بلي كتب ربي زي رجيج ولا حتى فخي رجيج تصمته طيب وتعمل وفتيت تاجين كصغير ومحليه يعمل كيف يجيب لك الشي حاجة زينة عالطاولة ربي سعى يجيب لكم القسم والرزق يمين يا رب العالمين والمرأة تنسية بصيفة عامة ما تحيرش وإلى المرأة العربية خلينا يقول ما تحيرش معنا هي تنجم تزين طاولتها بلي كتب ويجيب شكل الشي فك زينة بتاع الطاولة بلي كتب ربي مش لازم وحدي يفندق ويشري وكل خليكم على تباعتكم وبقدرة ربي سبحان الله اللي تبدأ راضية بندعب اللي أعطي هلها ربي وقانع عندك القناعة المزينة وخيان ربي هبطل هالرزق حطها في خاخكم تقولين يوم عندي لك تبدأ راضية وولي أعطي هلك ربي فرحان به سبحان الله تلقى يجي ديرك مليان الخير عندك كل شي يبدأ عندك من عند ربي راه والله من عند ربي وشالله يا ربي ديما هكا ديارنا مليانة كان بالفرحة مليانة بالخير وبالرزق وكل شي الدعاء ثم الدعاء راه ديما الدعاء به في الصلاة يوميا طوت راه كيفيش ربي يفتحها على أم أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسيه كملت التاجين كملت المكارون مش نشارك معاكم اليوم الثاني اليوم الثاني مش نمشي وخيتي البنياغلين اللي في سوسة بحثة سهلول شو نقلكم عامل يا للا احتفالية وكالجو حاصل وانت مش تلقى الحقوق متاع بنياغلين في كل بلاسة هو للأمانة راه وريت والله واحد ساعات يعمل إشهار المنتوج تونسي يسحق من غير والله اللي في بالهم معناها للأمانة نقولها ونعاودها بنياغلين شابو 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 لكل شي اولا انا مش عامل بيكم جولة في بنياغلين وتشوفوا وتشوفوا المحل قد يشو مزين ومحليه في سهلول اني لحقيقة متعتونس ما نعرفوش اما كيد رهم كيف كيف معنا نفس السيستام عاملينه في كل بلاسة او كاله هنا سقورتلكم من برة بشتعرفوه معناها اللي يجي لسوسة وبرشا تسألوني وين وين بحثة سبيتر سهلول هو معروف معناها على الكيسة ديكور اللي عاملينه الروعة بالحق برافو مقيت ما نقول الحقيقة رانييني نحب ساعة نشاور قبل التصوير اما يقولوا لي مرحبا بيك نسمعكين كلمة مرحبا بيك نسمعكين للنس اللي تخدم هادي رغم اللي ممكن ما يهمش بشي تفرجوا على الفيديو اما برافو الحسن المعاملة الحقيقة متعربي وكل كل ترحيب ومحليهم الحقيقة الكل في الكل سلعة وعبيد وكل شي الفيك ما كم تعرفوا عاد اللهم صليعني بي خذيت البفري ومرحية حاضرة غاديكا فما بتبيع الحكوك الحاضرين وكل شي وعلى التجربة معناها جربتهم عمنا ويهبلوا اما ايني نحب نعمل الروسات متعي ايني يعني اخذيت ميتين وخمسين جرام بفري ومرحية حاضرة لانا قد نرحي في الدار لحتى شي ذيكا هي الروسات اللي تعرفوها وديما نعملها على ميتين وخمسين جرام بفري ومرحية نحط حكا نسلي على حكا نسلي نحط ثلاث زوزح كوكو نص ماء طيو نكتب هيا لكم ومبعد نحط ثلاثة مغارف ونص فرينة مغارف ونص نشي كهو هذيكا هي الروسات بهي تنجم تبع تشري البفري على روحك اتحمرها تحطها في الفور اتقشرها وتخليها حتى نص شوية قشرة فيها خطر هذيكا تبنن القشرة بتاع البفري وكي ترحيها راه هو ترحيها ليني قرر زيتها ليني ولي عندها زيت علشي ليني الحقيقة بخلت ليني عنده البفري وعنده الفوزدق مرحي حاضر باش بوثيقة عامية بصراحة خاطر بالحق بعد كتيب العصيدة فما قو ياسر بنينة 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 عجبتني معناها كان كرحيتها في الدار للايمينة معناها نقول حيلكم باللول الحقيقة جيت بش نحلها حكيكا بالمغارف ذيكا بعد قلت نحط بالركاضة خير يزمكت رحيها خير رحيها رحيها مش بالركاضة ومبعت طيبها بتصبيعة سلة سلة متخليه تلسق متخليه تتكعبر يدك متتنحاش متتنجرة حسلو بعد ما طابت عصيدة البفري وعملت نفس المكونات نفس المكونات في عصيدة الفوزدق وقاني بصراحة خاطر مش نزين بها عصيدة الفوزدق من الفوق عملت نص في الكمية ما عملت الكمية ما عملت 250 جرام فوزدق أقل عملت نص هكهو في الكروين هذي متاع الفوزدق عملت نفس المقادير معناها مش مش منقوش نعود في نفس الروسيت معناها سهلة وهذه هي الروسيت قلي اني نهتمد عليها كل عام نحب ها منجبتش نعملها بالحلي نعملها نعملها بالنسلة وبالماء كهو معناها كل واحد وكيفاش تاريقت وكل واحد كيفاش يحب جربوها نتومة واللي مجربين ها قبل اكيد رجعوا لبارش هتصاور قبل وعجبتهم الطريقة هذي عصيد الفوزدق روعة روعة بننا 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 عماني خريط كما قلت لكم نص الكمية اخذ جوزتك الزينة في بلاست الكريمة البيضة قلت خليني نعمل يا ربي الكريمة السفرة خلنا نعمل فوزدق هكا من فوق يبدو زلوين كما قلوا نص باي ما يوما ولي وسمياوها عصيدة البي عصيدة البي وعصيدة الفوزدق عملت زوية زيزية في هالبرك السناء الزينة عادة ذيك عليكم انتومة نعمل تصويرات وهيك عليش تساعات تجيكم تصوير قريبة في الكاميرا خاطر نصور بالطول نتأسف منكم خاطر بالحق باشا ناس معنا تصوير يتبدل شوية ما هني نحاول نعملكم تصوير مزيينة والشي يشعلو يدفى وكمالة بالحق بالفن والدن المرة هذي حسين الموام عني زينتك العصيدة جديتها تلمينا بعض وان شاء الله كل عام وحنا كل عام وحنا مهم نبديو عاملين جو متفرهدين الناس الكل رغم الاوضاع رغم الواحد ديما احنا التوينسة ما شاء الله علينا الضحكة الجو والغنية التفرهيدة الحمدول يا ربي ذيك الحاجة احنا ممكن نتميز بها احنا التوينسة اللي احنا ديما الحمدول يا ربي ديما عمني نجاو في حياتنا الحمدول المهم ربي بركننا في رزقنا وفي حياتنا ويبركننا اهم حاجة في ولداتنا ان شاء الله يكونوا مذرية صالحة ان شاء الله يا ربي يكونوا هكا نربحوا منهم كين داوت الخير والله يقول لك واحد يرحم والديك يرحم من رب اذيك شنربح وراه ان شاء الله ان شاء الله حسنوا سحابي قريب بيوفر الفيديو بتاع اليو عكا ويزيكم عاد فيها البركة كينت ويل شوية ما حالا ما ميسالش نحب نكونوا معاكم عاد غايبة عليكم نهيرين اللي ملكم في فيديو مزيين البواب ما نكون ديما موجودة ديما موجودة وفرحانة بتعليقاتكم اللي بش تكتبو هالي بتبع النقد ديما موجود ميسالش خطر اني بش ينفعني اكيد اما نحب الكلم اللي حلو نحب نفرح بارش بارش اكيد نلقاكم تكتبولي في التعليقات ككلم نقول لكم ربي يخليكم لي يعز ناس على قلبي يعني نحبكم الكل 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 ربي يحفظكم ربي يحفظ لي عائلتي ربي يحفظ لي حبيبي واصحابي حبيبي وانتم هما اعز ناس على قلبي ربي يحميكم ربي خليكم ديما مرة اخرى نقول عيلكم واش نخليكم في دمينة ربي في حفظه ونقول لكم شاء الله نهركم مبروك نهركم اسعد لي يا احلى ناس على قلبي بسلام باي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة